ترجمة نانسي قنقر تكلمنا عن إرحم الضعفاء والمساكين النهاردة أنا بقول لك حلقة اليوم مهمة جدا جدا لكل مسلم كن إنسانا تعامل مع إنسانية بإنسانية مع كل الناس مع المسلم والكافر العابد والفاسق مع كل الناس تتعامل بإنسانية عظمة هذا الدين أيها الأحبة إن هي أن هذا الدين دين عالمي تجد في القرآن كتير ربنا سبحانه وتعالى يقول يا أيها الناس وربنا سبحانه وتعالى قال لنبيه وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين فأنت تتعامل مع الإنسانية بإنسانية تعامل بإنسانية سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم كان يحترم الإنسان كإنسان في يوم من الأيام مرت عليه جنازة فوقف صلى الله عليه وسلم فقيل له إنها جنازة يهودي فقال صلى الله عليه وسلم أليست نفسا احترام الإنسانية سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم كان عنده غلام يخدمه وكان يهوديا فمرض الغلام فذهب إليه صلى الله عليه وسلم يعوده فجلس صلى الله عليه وسلم عند رأسه ثم قال يا غلام أسلم فنظر الغلام إلى أبيه فقال له أبوه أطعب القاسم فتشهد هذا الغلام فخرج صلى الله عليه وسلم وسعيد ويقول الحمد لله الذي أنقذه بي من النار تعامل بإنسانية تعامل مع إنسانية مع المجتمع تعامل مع إنسانية بإنسانية مع كبار السن سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم قال من لا يرحم لا يرحم وقال ليس منا من لم يرحم كبيرنا ليس منا من لم يرحم كبيرنا ليس منا من لم يوقر كبيرنا ويرحم صغيرنا ويعطي لعالمنا حقا في تقرير نتعمل في سنة 2002 شمل 32 دولة والتقرير نتج أن حقوق كبار السن مهملة من التعليم والصحة والإعانة والرعاية حتى قال أحد معد هذا التقرير كأنك بعد الستين لا تعامل كإنسان لا أجمع سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم كان رفيق جدا يتعامل مع هؤلاء بإنسانية سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم كان يترفق بهم وترحم عليهم في مسألة الصلاة في مسألة الحج في الصيام سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم كان يمضاحك الكبار في يوم الأيام مرأة عجوز قالت يا رسول الله أدعو الله أن أكون من أهل الجنة فسيدنا النبي صلى الله عليه وسلم يقول لها لا يدخل الجنة عجوز فالمرأة تبكي فسيدنا النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا ربنا سبحانه وتعالى قال إنا أنشأناهن إن شاء فجعلناهن أبكارا ستدخلين الجنة ولكن في عمر الشباب صلى الله على محمد صلى الله عليه وآله وسلم كن إنسانا مع جيرانك مع الناس اللي حوليك سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم يقول ما آمن بي من بات شمعان وجاره إلى جنبه جائع وهو يعلم به الجيران ثلاثة جار له عليك ثلاثة حقوق وهو جارك المسلم القريب لك في النسب وجارك له ثلاثة حقوق حق الجوار وحق الإسلام وحق القرابة حق الرحم وجار له عليك حقان اللي هو مش قريبك مش من قريبك مش من رحمك له حق الجوار وحق الإسلام وجار له عليك حق واحد وهو اللي مخلفك في الدين له عليك حق الجوار يجب عليك أن تحترمه فكن إنسانا تعامل مع جيرانك بإنسانية تنظر إليه صلى الله عليه وسلم كيف كان يتعامل مع اليهود كيف كان يتعامل مع النصارى كيف كان يتعامل مع عبتة الحجارة وسيدنا النبي صلى الله عليه وسلم يقول ما آمن بي من بات شبعان وجاره إلى جنبه جائع وهو يعلم به كن إنسانا مع الخدمين مع الناس اللي شغال عندك مع العمال فسيدنا النبي صلى الله عليه وسلم كان يوصي بهم خيرا فقد قال صلى الله عليه وسلم إخوانكم خوالكم جعلهم الله تحت أيديكم فمن كان أخوه تحت يده فليطعمه مما يأكل وليلبسه مما يلبس ولا تكلفوهم من العمل ما لا يطيقون فإن كلفتموهم فأعينوهم صلى الله عليه وسلم عايز أقول لك كن إنسانا حتى مع أعدائك خلي فيه شرف خصومة أنا عندي قصة من السيرة النبوية عايز أحكيها لك بسرعة تنظر إلى الإنسانية في حياتي العرب وفي حياتي الصحابة رضوان الله عليهم في حياتي المجتمع داك إزاي كانوا بيتعاملوا بإنسانية أبو العاص بن الربيع تزوج بنت النبي صلى الله عليه وسلم زينا ويعني في بداية بعثته صلى الله عليه وسلم يعني الكفار قالوا كفار كريش قالوا دعونا نشغل محمدا بنفسه وببناته وكان بنت النبي صلى الله عليه وسلم متزوجة أبو العاص ووحدة ثانية متجوزة ابن عتبة ابن أبي لهب فذهب كفار كريش إلى أبي العاص وألو له طلق بنت محمد ونزوجك من أي امرأة شيء فقال لا والله لن أطلق زوجتي أبدا ولا أستبدل بها امرأة أخرى شوف أبو العاص بن الربيع إلا حصل سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم هاجب زينب في مكة وبعد كده جاءت غزوة بدر أبو العاص بن الربيع خرج مكرها في هذه الغزوة فأخذ أسيرا زينب رضي الله عنها أرسلت في فدائه قلادة كانت لمن كانت لأمها خديجة رضي الله عنها فلما رأها صلى الله عليه وسلم رق لها رقة شديدة صلى الله عليه وسلم وهذا من وفاء فقال لأصحابه إن أردتم أن تطقوا لها أسيرها وترد الذي لها فافعلوا فسيدنا النبي صلى الله عليه وسلم أخذ العهد على أب العاص إنه لو ذهب لمكة يرسل زينب رضي الله عنها وأرضاه أبو العاص فعلا ذهب إلى مكة ثم قال لزينب لامرأته الحقي بأبيك وفاء لوعده لنبي صلى الله عليه وسلم معنوم أعداء معنوم في حالة حرب السيدة زينب رضي الله عنها في الحالة دي بدأت تجهز نفسها وبدأت تعد حقائبها إن هي عايزة تروح تلحق بأبيها تأتي هند رضي الله عنها وأرضاه وكانت يومها على الكفر فجاءت إلى زينب رضي الله عنها فقالت يا بنت محمد علمت أنك تريدين أن لحوك بأبيك فإن أردت شيئا من متاعي مما يلحق بك في سفرك ومن المتاع فاطلبي مني فإنه لا يدخل بين النساء ما يدخل بين الرجال السيدة زينب رضي الله عنها قالت لا لا خوفا على نفسها بس السيدة زينب بتقول والله أراها تريد أن تفعل أخو أبو العاص بن الربيع اصطحب زينب بالنهار وبعدين أخذ سيدة زينب رضي الله عنها مع أن كنانا بن الربيع برد كافر فأخذ زينب علانية ثم أخذ أسلحته سهامه وسيفه وراد أن يخرج بزينب الكفار وهبار بن الأسود عليه من الله ما يستحق جاء ويعني أزعج السيدة زينب وطرحت حملها والكفار جاءوا فجاء أبو سفيان رضي الله عنه أبو سفيان برضو على الكف فقال يا رجل إلى أين تذهب فقال من اقترى مني كنانا بن الربيع جلس على ركبتي وقال من اقترى مني قاتلته ورميته بسهامي فقال أبو سفيان كف عنا نبلك حتى نستطيع أن نكلمك والله لا نريد أن نحبسها عن أبيها وإنما أنت تأخذها جهرة ويعني لعل الناس يظن أن بنا ضعفا تخرج بها علانية أنت عرفت نكبتنا ومصيبتنا بعد غزو البد فرجع بها فإن جن الليل فخرج وفعلا خرجت زينب رضي الله عنها وهاجرت إلى أبيها بعد مدة أبو العاص بن الربيع لسه على الكفر أخذ مالا من قريش وأراد أن يتاجر سريا من المسلمين أخذت أبو العاص وأخذت المال الذي معه أبو العاص يروح فيهن يجي منين انطلق إلى المدينة ثم طرق باب زينب رضي الله عنها وأرضاها ثم يعني آوته في بيتها وفي صلاة الفجر سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم دخل يصلي بالناس ثم كبر فصرخت زينب في وسط الناس وقالت أيها الناس إني أجرت أبو العاص بن الربيع سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم فرغ من صلاته ثم قال لأصحابه أسمعتم ما سمعتم؟ قالوا نعم فقال والله ما دريت بهذا إلا معكم الآن سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم يروح لزينب وقول لها يا بنيتي أكريمي مثواه ولا يقرابنك فإنه لا يحل لك وسيدنا النبي صلى الله عليه وسلم يرسل إلى هذه السرية ويقول إن هذا الرجل منا حيث قد علمتم فإن أردتم أن تردوا الذي له فافعلوا فإنا نحب ذلك وإن أردتم غير ذلك فهذا فيء الله افعلوا به ما شئتم طبعا الصحابة رضوان الله عليهم لما سمعوا الكلام ردوا المال بأجمعه أبو العاص بن الربيع انظر لهذه الإنسانية أخذ هذا المال ثم رجع إلى قريش ورد الأموال ونادى فيهم هل لأحد منكم عندي شيئا فكلهم قالوا لا يعني وفيت وجزاك الله عنا خيرا فقال أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله أعلق على الخبر دزاقة مع تنظر لهذه الإنسانية انظر لهؤلاء كيف تعاملوا بإنسانية تعامل بالإنسانية في وقت الخصومة وفي وقت العداء سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم في وقت الحرب يعني في وقت العداء والحروب تراه يقول صلى الله عليه وسلم لأصحابه لا تقتلوا شيخا لا تقتلوا طفلا لا تقتلوا راهبة لا تقتلوا امرأة لا تقتلوا صلى الله عليه وسلم في يوم غزوة أحد صلى الله عليه وسلم الدم نازم على وجه يرفع يديه إلى السماء قائلا اللهم اغفر لقومي فإنهم لا يعلمون حتى الأسارة لهم جيني حربوض صلى الله عليه وسلم يقول لأصحابه رضوان الله عليهم استوصوا بالأسارة خيرا قل إنسانا حتى مع الحيوان وهذا من عظمة هذا الدين سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم قال عذبت امرأة في هرة عذبت امرأة ودخلت امرأة النار في هرة حبستها ما أطعمتها ولا تركتها تأكل من خشاش الأرض وأغبر صلى الله عليه وسلم أن بغيا من بغايا بني إسرائيل دخلت الجنة في كلب سقته فغفر الله لها وشكر لها وأدخلها الجنة قل إنسانا تعامل مع المجتمع بأسره ومع كل الناس بإنسانية أسأل الله تبارك وتعالى أن يغفر لنا الذنوب وأن يسطر مننا العيوب وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد والحمد لله رب العالمين دمتم في أمان الله وسلام الله عليكم ورحمته وبركاته ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر